استاذ حسن اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله برداتك. نعم وفضل الحمد. اذا سمحت لنا في سؤالين. انا انا عندي ستك خمسة وسبعين سنة. شاب يعني. وعندي مبلغ من المال حطه في البنك لان انا ما اقدرش اه صحيتي ما اقدرش ان انا اعمل مشروع او حاجة اقدر اعيش منه. طي. فحضرتك انا هعمل شهادات السسمار. فهل العائد بتاع السسمار دون? هل حلال ولا حرام? ده سؤال. طيب. السؤال التاني يا حضرتك. انا اللي عايزة طلع زكاة المال. هل اطلع على اصل المبلغ ولا على الارباح اللي هاتجيني? طيب. السؤالين. السؤال الاولاني. المال اللي انت اودعته فيه شكل شهادات السسمار او ودائع. هذا المال من قبيل التمويل وليس من قبيل القرد. واي حد يقول لك حاجة غير كده اعرف انه هو مش فاهم يعني ايه معاملات منكية. فالمال العائد اللي بيعود عليك والريع اللي بيعود عليك ده من قبيل الربح والعائد الحلال. بالعكس ده من افضل اشكال الكسب لمثل حضرتك. احنا عندنا في الشريعة في حاجة مهمة قوي. ان احنا بنكره ان احنا نسيب المال يتاكل. السيدة عائشة قالت ايه? اتجروا في مال في مال في مال اليتامة. لا تجعلوه تأكلوه الصدقة. فاحنا اصلا شرعا بنكره ان المال يتحط من غير ما ايه ما يستثمر. فكونك بتحط المال في شكل ودائع وفي شكل شهادات استثمار ده ربنا راضي عنه. لان انت لو سبت فلوسك تفضل تسحب منها فتتاكل اللي بقى انت كده بتضيع مالك. فاحسن تفتح الله عليك واللي انت تعمله انه بيه كمان ان انت تستثمر بيه مالك وده هيكون فيه ثواب عظيم ديك. لان انت بتنفذ امر حضرة النبي ان انت لا تضيع المال. يبقى ده اول سؤال. السؤال الثاني هو ازاي اتطلع الزكاة. انت بتقول ان انت هتطلع ان انت ما عندكش غير شهادات الاستثمار دي. وبتنفق على نفسك من رعا. يبقى اتطلع عشرة في المية من الريع. مش من اصل المبلغ ومن الريع. عشرة في المية من الريع لان احنا بنقصها في هذه الحالة على الارض. على الارض الزراعية. والارض الزراعية من تطلع عشرة الريع بتاعها اذا كانت تريعها بالآلة.